موسيقى مساء الخير كل عائلة في مصر لها عادات وتقاليد بتحدد العلاقة بين الزوج ومراته في عائلات مثلا ما ينفعش الستة تخرج فيها من بيتها غير بعلم وإذن جزء حتى لو نازلة جيب حاجة من البقال إلى تحت البيت وعائلات تانية بتشوف أنه ده عادي طالما ريحة مشوار عادي ريحة سوبر ماركت تجيب طلبات البيت ريحة تجيب الولاد من مدارسهم بس شادية شادية بطل القصة حقيقية النهاردة ما خدتش إذن جزء في قرار مصيري ما يخصهاش لوحدها ولا يخص جزء لوحده يخص حياة بنتها ومستقبلها قرار الله أعلم هيترتب عليه قدام ويعالم البنت دي هتبقى سعيدة ولا تعيس بسببه والأم دلوقتي عايشة في قلق وتوتر وحاسة إن جزء ممكن يطلقها في أي وقت طب إيه اللي شادية عملته إيه اللي هي عملته في بنتها وهل يستهل كل ده تعالوا نشوف شادية بعتلنا تقولنا إيه اسمي شادي من موليد كفر الدوار متجوزة وعندي بنتين وعندي 33 سنة وبتابع برنامجكم من أول حلقة وبستفد من القصص اللي بتناقشوها وعرق ضيوفكم فحل المشكلات بس عمري ما تخيلت إني ققع في مشكلة وابعت لكم وابقى محتاجة لمساعدتكم وربنا عالم بي أنا بكتب لكم دلوقتي وأنا حالتي عاملة إزاي المشكلة باختصار إني اتجوزت وروحت عيشت مع جوزي في سكندري عشان ظروف شغله من وقت تلت تاني كان بيوديني الأهلي في كفر الدوار ويسيبني عندهم كام يوم اكملني المسافة بينهم مش بعيدة جوزي طيب ومحترم هو بيشتغل موظف ورغم إن منصبه مش كبير بس دماغه باسم الله ما شاء الله بحسها دماغ كبيرة لما تقعودي معاه وتفتحي معاه أي كلام أو أي موضوع هتعرفي إنه إنسان فاهمت دوني وبيعرف يتكلم ويفكر كويس بس من كام يوم حصلت حاجة غريبة جدا خلتني أشوف واحد تاني قدامي بقيت خايفة منه ومنرد فعله معاي على اللي عملته من وراه المشكلة باختصار إن جوزي أرى على صفحة من صفحات المشاكل في الفيسبوك عن واحدة ست بعتت تقول إنها عملت لبنتها عملية ختين من غير ما ترجع له وقالت في مشكلتها إنها عملت لبنتها العملية عند أهلها عشان أمها وإخوتها يساعدوها في خدمة بنتها لغاية ما تخف وأخدت بنتها عند دوكتور في السر وعمرت لها العملية كلمت جوزها وحكيت له على اللي حاصل ففضل يزعق لها ويشتمها قفل في وشها السكة وبعد ساعة لقيت حامتها بتتصل بيها وبتشتمها قالت لها أنتو عالم جهلة وإنها مش هتسكت على اللي حاصل تاني يوم جاء أمين شرطة خد الزوجة على الاسم لقيت جوزها وحمتها عملت لها محضر بختان البنت وفي الاسم الزبط طلب اسم الدكتور والزوجة رفضت رفضت تقول اسمه لأنها هي اللي اتحايلت على الدكتور يعمل لبنتها عملية الختان وفضلت الزوجة تتحايل على جوزها وحمتها عشان يتنزلوا على المحضر ورفضوا وفي الآخر جوزها قال لها أنت يطالق في قلب الاسم ولما جوزي أرى قصة أتعصب وفضل يشتم في صاحبة المشكلة هي وأهله وقال والله العظيم جوزها ده راجل أقل واجب فعلا أنه طلقها والمفروض بيتنزلش عن المحضر ويوديها في ستين دهية إزاي وصلت بيها الجراءة أنها تعمل حاجة زي دي من وراها وساعتها قلبي وقع في رجلي لأني عملت زيها أعملتي زيها يا شادية أعملتي لبنتك عمليت ختين من ورا جوزك طب إزاي إزاي بتقولينا بتابعك وبتعلم من القصص بتاعتك المفروض أنك عارفة كويس قوي إن أولادنا مسئولية مشتركة أي قرار يخصهم لازم يبقى أب وقم مع بعض طب إيه اللي خلاكي تعملي كده ليه تعالوا نكمل كنت غبية ومشيت ورا كلام أمي نفست كلامها من غير ما رجع لجوزي اللي حصل يا سالي إن أمي كان بقالها فترة بتزن علي أعمل كده مع بنتي بعد ما كبرت ماشاء الله وبقت في خمسة بتدقي وقعدت تقولي بنتك ماشاء الله بقت عروسة ولازم تعف فيها أنا عملت كده لما كنتي أصغر منها وكل العائلة عندنا بتعمل كده مع بناتها وأنا كنت أسمع كلامها واسرح وأخيف أتكلم فيه أخيف أتكلم فيه مع جوزي لحد ما في يوم كنت عند أمي في أجست الصيف ولقيت أمي بتقولي بنت خلتك رايحة النهاردة تختن بنتها ما تغذي بنتك معاها بالمرة فرصة وإحنا في أجازة تخلصي من القصة دي وأبقى معاك عشان أساعدك لو البنت احتاجت حاجة فضلت تزن علي هي وبنت خلتي وجدتي لقيتهم بعث وجابوا أرنبين وقالوا عشان البنت تتغذى كويس يلا بلاش لكاعة خلينا نحافظ على البنت ومشيت ورا كلامهم من غير ما أتصل بجوزي أسأله وبعد ما عملت كده حسيت أني كنت في غيبوبة وفوقت أو كنت بأحلم وصحيت من النوم بدأت دي فوق على واقع مش هعرف أغيره ولا هعرف في نفس الوقت أقول لجوزي إيه بعد ما رجعت بيتنا خوف تنطق كل ليلة أصهر حاسة بالخوف والقلق والتوتر وارجع أقول خلاص هاستنى شوي لما البنت تكبر ساعتها الموضوع هيعدي بس لما شفت رد فعل جوزي بعد ما قرر قصة على الفيسبوك والغضب اللي شفته في ملامحه شفتش زيه قبل كده تخطيت حسيتني ميتة في جلدي ما بقيتش عارفة أجاري جوزي في الكلام ولا عارفة أرد أقوله إيه كل اللي حصل النزل علي صاهم الله وسكتت خالص بس من جوية في ألف سؤال مش عارفة لإيه لهم إجابة معقول جوزي لو عرف ممكن يطلقني زي ما جوزي الستة صاحبة الرسالة طلقها معقول يعمل فيها محضر وينسى كل اللي بينا طب أصلح إزاي غلطتي ولا اللي حصل حصل قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة شادي حسني ميتة جدا حسني غطبانة وأظن باين علي وأنا أسف حتى مشاعري مش قادرة أتحكم فيها أنا ما بقدرش أستحمل القصص دي كل حرف فيها يدايق زوجة لسه بتمشي وورا الأفكار دي رغم أن كل يوم في حاملات توعي في فتاوة تجديد خطاب ديني بخصوص بالذات موضوع ختان البنات ده ميتة عشان أم جربت الختان ده أنت حسة بيها عملتي كده في بنتك أنت حتى ما وضحتيش في رسالتك مين اللي عمل لها الختان؟ طب يترك أن داكتور؟ أو اللي حلق الصحة؟ هو واحد معه مشرط زي ما بيحصل في أماكن كتير دمروا فيها بنات كتير فاكرين هما بيحفظوا عليهم ها؟ بتعلمهم العفة؟ طب عملتي كده من وراء جوزك لي لما أنتوا صحة طب زي ما شدي قالت في رسالتها اللي حصل حصل مستحيل يرجع الوضع زي ما كان طب دلوقتي مفروض نتصرف كلنا ازاي بقى؟ تقول لجوزة؟ ولا تفضل مخبية عليه؟ طب لو فضت مخبية عليه؟ هتخبي لحد إمتى؟ طب بينتك بقى اللي ما ذكرت ياهش خرص في الرسالة ما قلتش حافة خمسة بتدائي مش هتنسى خمسة بتدائي يعني أكيد حسة بكل حاجة حصلت حسة بكل ألم بكل وجع طب نفسيا دي عاملة ازاي؟ ازاي ما كبتيش سريتها تانيش خايف غير على نفسك يا شدي خايفة أنك تطلقي وبس بجد أم مش عايزة بقى متحملة عليك بس ازعلنة منك قوي فكروا معايا هنعمل إيه؟ لحد ما نرجع من فاصل استنوا قصة النهاردة عن زوج كان آخر من يعلم إن بنته بتعملها عملية ختان بدون علمه من غير ممرضته حتى تسأله شادية بطل القصة حقيقية متعودة تروح لأهلها كل أجهزة في كفر الدوار ومعاها البنت اللي بقت في خمسة بتدائي ولأن عائلة شادية متعودين يعملوا عمليات ختان لبناتهم اللي في السن ده فضلت أمها وراها لحد ما خلتها خدت البنت وعملت لها عمليات ختان من غير ما تقول لجزة ودلوقتي شادية مش عارفة تقول إيه بتقوله من لا ما تقولوش طب تتصرف إزاي عشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية أهلا بيك يا دكتور أهلا بحركة منورنا أول مرة في قصة حقيقية إن شاء الله تبقى مش آخر طبعا على راسي يا رجب دكتور في القصص دي انت جالك في الأول عايز سألك يعني أكيد جالك بنات كده ولا ما جالكش إحنا مش عارفين برضو زي ما بقولك نرصد الأرقام بيحسوا بيه خمسة بتدائي دي تبقى حسب إيه حسب تضارب هي مش عارفة هيتعمل فيها كده ليه هي مش عارفة ليه تقلمت الألم ده هي حتى لما بيتشرح لها الكلام بعيد شوية عن تفكيرها هو أنت بتعملي كده ليه عشان مش عارف حتة العفة والكلام طب ما هو أنا مش هعمل حاجة غلط وبعدين هي مش شاهمة برضو الكلام ده في الوقت اللي هي بيتعامل فيها الحكاية دي اللي هي في خمسة بتدائي زي ما خلاك بتقولي فبالتالي هي حاسس متضاربة ألم بيحصل لها نفسيتها بتبقى متغدة خايفة ومتكتف من أقرب الناس ليها لو أمها أو خليفها أو جدتها طبعا إحساس مؤلم جدا وإحساس بشع بيعرفوا يرجعوا الثقة تاني بترجع بعد وقت طويل وهم بيكون مدركين يعني ممكن حاجة زي كده تاخد لها سنتين تلاتة ممكن كمان تتمرد بعد كده ممكن ما ترجعشوا الثقة فيبقى نشوف قصادها شعور بالتمرد ضد ضد الأم اللي عملت فيها الكلام ده كل فبالتالي موضوع أنا مش عارف حتى الآن يعني قبل ما أدخل الحلقة أنا قرأت حوالي يمكن 12 بحث عن الختان ما لقيتش بحث واحد يقول أنا عايزة أشوف ميزة عايزة أشوف إيجابية بحث منهم يكون بيتكلم عن إيجابيات الختان لدرجة أن أنا بيتبحث عن كلمة إيه طب إيجابيات وبس مش عايزة أقرأ البحث أنا عايزة أشوف إيجابيات ما بلاقيش حاجة بتتكلم عن إيجابيات الختان أو أنه هو ممكن يكون ده بالعكس يؤدي للوفاة يؤدي للنزيف مشاكل نفسية مشاكل صحية مش لاقي طب أنتوا بتعملوا الكلام ده ليه طبعا أكيد أكيد حاجات راجعة للعرف وراجعة للأفكار موجودة منذ القدوم ولكنها أفكار يعني غير حقيقية يعني الأغلبية اللي بيقول حرك منين اللي لسه عندهم الأفكار والعادات والتقلات لا ما بيقولش من تأليف القاهرة ما فيش كلام بالدوء لا مش من القاهرة من المحافظات من المحافظات أو قرى نقدر نقول قرى تابعة لمحافظات من أغلبهم بيبقى كده مش هتبقى المحافظة الرئيسية طب وفعلا بتفقد الثقة حتى أنها تبقى عايزة تتجوز أو تفقد الشغف حتى في الدنيا ممكن لبعد الوقت أصلي خلي بالحضر لك حتة الزواج دي بتبقى حتة كمان إن البنت بتبقى عمتا عايزة تتجوز حتى لو يعني بنت طبعا بس لو هي تعمل لها هتعمل فيها كده وده مربوط بالجواز أنا مربوطة أنا عايزة تتجوز شانا نجيب بيبي بس هو أنا ممكن أتقلم الألم ده تاني ما يمكن تكون مش فاهمة أه بتفكر فيه طبعا بتفكر فيه كتير وهلأ أنا أتحط في الحاجة دي أو لا فهحب الجواز ليه لو الجواز كله ألامه وأنا مش مبسوطة بتعملك عشان تعفوني عشان أنا مش حاجة حلوة مثلا في حياتك وأنتوا خايفين مني خايفين عليك وبعدين هتعفوهم هي ما هي تتجوز وتمارس العلاقة الحقيقية دي مع زوجها بكل يعني بكل ثقة وفي كل وقت وزي ما هي عايزة إيه حتة إن أنا أحفاظها من إيه لا أنا عايزة عفاها أعلمها الأخلاق عايزة عفاها أعلمها الدين عايزة عفاها أتكلم معاها في الأخطاء والحاجات الصحيحة والحاجات الخطأ والحاجات المتعملهاش يعني أنا عايزة أتناقش معاك في كل حاجة وعارفة إن إحنا داخلين تقريبا كل بيت مصري وعارفة إن فيه ناس بتفرج علينا يا رب حتى يكون بنيت صغيرة بتفرج علينا عشان تسألهم يعني إيه فلما تسأل يعني إيه إحنا نمنع ده أصلا ممتاز فتبقى هي عندها توعية مش هتستنى أن حد يقول أوه لا لا حتى لو أهاليها وأنا أسفني بقول كده بس على الأقل يكون لي نظور في إن هي تكون وعية من نفسها تعرف أنه محدش يعمل فيك كده مهما كان لذلوقتي خلاص فيه قانون وفيه عقوبات ومش زار فيها حبس فلو هي دلوقتي يا دكتور عادة بتفكر التفكير ده تقول لا طيب أنا بقى لو جيت قلت لك إنه يعني البنت نفسيا بتبقى بتفكر في الكلام ده من إمتى يتفكر إنه أنا هتجوز طيب هو إيه بيحصل في الجواز طيب هو إيه يعني بصرف مزة عن ختان عمتا يعني اللي أنت بتشوفه آه كنفسيا يعني ممكن تكون تفكر فيه من المرحلة اللي هي 13 سنة 12 سنة مرحلة البلوغ مرحلة البلوغ تبتدي تفكر 13-13 آه ممكن تبتدي تفكر ولكن بقى يعني حتة الجواز قوي أحيانا ممكن بقى يعني تدخل في الطور بتاع أكتر بس إنه 16 سنة أو 15 سنة 16 تبتدي بقى تفهم وتوعى وتفهم إيه اللي بيحصل والدنيا بتمشي إزاي وإيه اللي وممكن تبقى عايزة بقى تجوز فعلا وعايزة ممكن إحساس إنه أنا عايز أكبر بسرعة عشان أتجوز ده ممكن يكون الإحساس بتاع إحنا بقى بنعمل لها إيه بنقتلها ليه بنعمل لها كده في خمسة بتدائي ليه بقى ما أنا عايزة ليه يعني طوالي ما بتعملش عندها 16 سنة وريني هتعمل لها إزاي وريني مش تعف تقف وتقولك لأ يعني لأ بقى حضرتك قلت الخلاص عشان مش هتعرف تقف عشان هي دلوقتي مش تعرف تقف قدامي لما تقبر هتقف قدامي وهما كمان بيقول إحنا كده بنلحقها قبل ما تدخل في مرحلة البلوغ فإحنا عنا نبتلي نحن نلحق الكلام ده قبل ما يبقى نلحقوا في بنات تموت وتنزف لحد الموت أو يجي لها أمراض ما نعرفش عنها حاجة طب يا دكتور أكيد حرك شفت السيدات حصل فيهم كده كلمني منتهى الصراحة وشفى فيها اللي حرك شفته أنا عايزة أسمع مش أقولك بايا بابقاش عندها إحساس هي مش عارف إيه الكلام اللي احنا بنسمعها على طول ده أي حد عايز يعني لو زوج عايزة ده مرة ممكن يقولها لها حتى لو هي مش مش معمول لها لعملية الختان مثلا أنا عايزة الحقيقة عايزة أسمع قصص لو مش حد يجي حكيها لنا حكيها لك انت بس أنا أحكيها يعني هي قصص تعتبر قصص جريئة شوية يعني لا أنا مش عايزة أن احنا نحكي بجراءة وأن احنا باسترسال أوي لا أنا عايزة الخلاصة بتاعتها الخلاصة يعني بتحس بإيه السد بعد كده أول حاجة عايزة أقول أكتر من إحساسها وهتكلم عن إحساسها أيوة أرجوك هي هاد من البيوت لأن أنا الزوج مثلا بيجي يتجوز واحدة بيلاقي عندها فقدان للرغبة فقدان للإحساس بالمتعة فهو نفسه هيبتني مع الوقت يبعد عنها وينفور منها طيب ما بيقدرش حاجة زي دي ما بيقررش إن أهلها عملوا فيها كده وإن هي عشان ما بصش لحد تاني بره من وقت نظرهم طبعا أنا ضدها خلي بالحضراتك هو برضو الزوج ممكن بيبقاش فاهم كل الأبعاد حتى لو تحكيت له ممكن ما تحكي لهش وممكن تحكي له طب لو حكيت له هو فاهم كل زوج هيبخش بيت فاهم الأبعاد اللي إحنا بنقولها هديكم لها أو دارش ما هينا كل منعفها عشان خطرك عشان ما تعرفش حالك آآ ماشي ما هي منعفها عشان خطرك بس في نفس الوقت هي مش محاسساني بإحساس إن أنا زوج مش محاسساني بإحساس إن أنا مبسوط معها في علاقتها بي مش علاقة جميلة مش علاقة حلوة طب أنا هعمل إيه هبتدي الأول أسكت مرة الدقيق مرة أتكلم مرة ثم بعد كرة ممكن أبتدي إن أنا أفكر في حد تاني أفكر إن أنا أنفصل عنها أبتدي أفكر في إن أنا لعدي المشكلة ما أهلينا كانوا بيعملوا كده برضو يا دكتور يعني ما أهلينا كانوا زمان ده كان موجود شمعنا رجالة ما كانتش بتشتكي لو إحنا هنكلم إيه اللي حصل اللي ياملي برضو أنا برضو بحاول لشادية أي حاجة منقول لها لو إحنا هنكلم كل حاجة هقول للشادية لو أنت بتتكلم على أهلك في كل حاجة سيب الموبايل من إيدك ما تتكلميش ما تتفرجيش على حاجة تتفرج عليها دلوقتي في حاجات كثيرة جدا مش عرفت أعملها دلوقتي لأن أهلينا ما كانوش بيعملوها لا إحنا تطورنا في حاجات تطورت حتى في الأحاسيس ده أي سؤالها تطلعوا من على جوجل هتكتب سيرتش على أي حاجة في حاجة ما رايحيتكش هتكتب كذا 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 على شكرا إحنا حتى أحاسيسنا تغيرت محدش مع أي بس مش منتكلم إحنا تغيرنا في التكنولوجيا لا إحنا حتى أحاسيسنا تغيرت من النتيجة في ضغوط في الحياة بأصبحت مختلفة في حاجات عينينا ما كانتش بتشوفها زماني بتاريت تشوفها دلوقتي في علاقات ما كناش نعرفها زماني بتاريتنا نعرفها دلوقتي في تفتحنا على العالم ما كانش موجود قبل كده فحتى الحاسيس لو واحدة عايشة زمان وهي نفس الواحدة دي رجعت طبعا يعني حاجة بنختلقها يعني قصة كده إن هي لو عاشت دلوقتي أحاسيسها نفسها مش بس الوقع بتاعها أحاسيسها نفسها تختلف طب لو سألتك بقى دلوقتي سؤال شادية بتسأل عشان لقيت جوزها عمل كده على الفيسبوك ولقى الرسالة إنه فيها عد بعيتها في الشكوية يعني الصفحات اللي هو مشكلاته كده على الفيسبوك ولا عشان ضميرها مقنبها والله في كلمة هبقى أقولها بعدين هي هي بتدلع يعني هي بتقول كلام بس هي بتحكي لنا لأ أنت كويس عارفة كويس أو أن أنت بخبيها علي حاجة كبيرة طب ما عارفة رد فعله والدليل أن أنت ما قلتلوش فأنت دلوقتي لما لقيت بقى الحاجة فاجعة كبيرة جدا فأنت جاية بتبعات رسالة الحقوني وياريت الناس دي كلها تبعت لها رسال دي أو تبعت للبرنامج الرسال دي قبل ما تعمل حاجة تاخد رأي البرنامج أعمل كده ولا زوجي ممكن يعمل مشكلة بعد ما عمل المصيبة إنما نعمل المصيبة الحاني أعمل إيه طبعا هي عارفة كويس إن زوجها عارفة بعض زوجها كويس وعارفة إن هو مش هيقبل هذا الأمر وده موضوع ما يتنسيش هي لو راحت عملته هي ما كانتش هي فاكرة وعارفة كويس أو إن هي لازم ما تقولوش وتقالها من أهلها أو تناقشه في الموضوع ده إنه هو مش هيرضى وإحنا عايزين نعمل حاجة دي بدون موافقته فمش هنقوله فبالتالي لما لقيت الفاجعة الرهيبة دي خافت بقى لأ ده الموضوع كبير يعني هي كان بتحطه قدام الأمر واقع وهي أصدى يا تأمم كده لأ كانت بتحطه قدام إنه هو مش هيعرف خالص فهي لما لقيت إن فيه زوج تاني عارف جاي في دماغها إن أنا زوجي كبان هيعرف هو مش هيعرف حتى لو اتجوزت إنه أو البنت تحكيله يعني ما اتجوزت بقى خلاص هيبقى الموضوع عادة تبقى تحكي حاجة قديمة من زمان في فرقة وفي حياتها بتتدمر على حاجة حصلت من زمان زوجها هيجي يقول جزء خدوها مش عايزة تمام بس في الآخر هي مش حطى الأبعاد يكون لها هو أنا أقول لك حاجة وسلسلة هو المجرم لما بيروح يقتل هو مش عارف إنه هو هيتعدم بس هو ساعة ما بيعمل الجريمة هو بقاش في دماغه حيث إنه هو ممكن يتعدم هو في دماغه مش ها محدش هيمسكني محدش هيعرف فهي في دماغه إنه محدش هيعرف وفي دماغه إن الموضوع هيعدي وفي دماغه إنه هي زي ما حدق قلتي ما أنا كمان أتعامل معايا كده وديتعامل معا فإحنا العلاقة الحياة طبيعية جدا وعيشنا وعادي فهي مش هيحصل حاجة إنما هي في الواقع عارفة إن جوزها هيعمل مشكلة عارفة إنه طبعا خوفت البنت بإيه عشان ما تقولش البابا أنا طبعا مش عارف القصة دي بس في أساليب ممكن للأمهات يخوفوا بيها يعني أنا عايز عرف إيه اللي جوه قسم يعني بنت تسكت على حاجة زي دي إزاي يعني أنا مش هستنجد بابويا لو لقدر الله كان حصل حاجة من أمي غلط أو حسن أنه فيها ريبة عشان نجيب الأبعاد كلها قد تكون أصلا البنت ولأها مش لأبوها قوي مش متواصلة مع التواصل التام قد ما حبها الأمها اللي معاها حتى لو ولأوا حبها الأمها بعد ما كتفتها ريبة برضو ولأها الأمها مش شرط تكون هي نفسها اللي كتفتها وحنا برضو إحنا بنفسرد اللي بيحصل عادة مش شرط تكون هي نفسها ممكن تكون بتفاهمها إن أنا بعمليك كده حبيبتي عشان مصلحتك وهي رايحة هناك بتطيب خطرها بتكلمها كلمتين حلوين في حتة وقربت لها الموضوع بطريقة معينة تتقبلها البنت مش لازم نقول إن هي الأم كتفت وعملت وكذا فالبنت ليه سكتت لأن البنت عادة يعني ممكن يا حبيبتي تكون ده كتالت لها نخرج مثلا خروجها حلوة ونعمل كده عشان مصلحتك وانا بعمل كده عشان بحبك بس أنا كسف أقول أه وكسف أقول كده قدام بابا فبند أنا روحت أجيب لك أرنبيه صح دي جابت لها أرنبيه فروح تجيب لك أرنبيه القصة حضرتك فيها إن راحت معها الأم والخالة أه وبنت خالت كهي كمان نحن بنعمل كشان مصلحة نتكسف نقول كده لرجالة عشان ما يصحش أنهم ما يعرفوا حاجة زي دي أهو حضرتك جاوبتي ينهجة أبيض القصة والسيناريو اللي تقال فلو هو بابا عارف هيبقى فيها مشكلة إحنا عما بنقولش حاجة زي الجزء زي ما حالك قلتي للأب ولا الزوج ولا الكلام ده وكل دول التعامل معهم الكلام ده فهنا هي لما تبقى رايحة البنت يجاية وكمان ممكن نقول مفيش تواصل كبير أو بينها أو بين ولدها تواصل مع الأمة أكتر ما هي بتقول طول الوقت بتاخد ولدها وطلوحا عند أمها إذن هي هنا ميالة لعيلة والدتها وميالة لولدتها وهي دول اللي بتقعد معهم الولد يمكن مسافر طول الوقت وفي الشغل بيشوفها أو فترات قليلة فمش متعودة تستنجد بيها مش متعودة تحكينه يعني البنات دي ما بتزعرش من أمها أكيد بتزعر بس على فكرة البنات اللي بتزعر من أمها بس في الحالات اللي زي اللي أنا حاجتها دي ما بيحكوش برضو لأبوه والوالد طول ما هو بعيد هم عارفين إن في حاجات ما تنفعش لتقاله هم حاجبين القصة كلها عند الأم بس حتى لو زيارة شو صدق يا دكتور والله ده اللي بيحصل في الواقع إن فيه فعلا أنا حياتي كلها مع الأم الأب ده شبت ما شبتش منه حاجة شبت منه قصوة بيخرجنا أم الجمعة وينكد علينا ويبعث العربية عايز يضربنا كلنا عشان صوتنا عالي ويمكن خشنا يا معمرو فأنا هروح أقوله عشان يعمل له مصيبة أكتر فبالتالي بابد عنه وخلي بال حضرتك الأمة ممكن تكون الزرعة الكلام ده مش في القصة دي بس عادة بتقوله أهوة تقولوله لأحسن يضرقه أهوة تتكلمني مع بابا تحكيله حاجة على حاجات عادية مش على الختان فلما ييجي بقى موضوع معنا مداخلة مع رجل الدين الشيخ رضا نصر الدين كبير أئمة بزارة الأوقاف سلام عليكم يا مولانا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك؟ تمام يا فندي والله الحمد لله أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله فندي في ناس كتير يا مولانا بتختم بناتها وهم فاكرين أن الشرع بيأمرنا بكده هل الشرع بيأمرنا بكده؟ بداية أنا برحب بحضرتك وبرحب يعني بأتمنى لحضرتك التوفيق لكل ما يحبه الحق سبحانه وتعالى ويرضاه وخصوصا لحضرتك بتجيب مشاكل فعلا بتخص الأسرة المسلمة في مصر بصفة خاصة وفي الوطن العربي والعالم كل بصفة عامة حضرتك مشكلة الختان دي بتاعت شادية أجهزة كلها الإعلام سواء كانت مرئية أو مسموعة سواء كانت صحف قومية أو مجلات دينية أو طبية كطبيبك الخاص كلهم يتكلموا عنها وأثبت الكثير من رجال العلم والطب أن الختاء عادت سيئة وخطرها شديد على الفتاة ولها أضرار نفسية كثيرة معي يا فندن؟ أيوة طبعا تفضل يا مولانين حضرتك السؤال بيتلخص في أربعة أموم هل ختان البنات مثل ختان البنين في الحق؟ طب إن كان كذلك إهي الدليل ختان البنات ليس كختان البنين في الحق فختان البنين سنة من السنة المؤكدة عند أكثر أهل الفقه وختان البنات قيل هو مقرمة ومعنى كلمة مقرمة يعني شيء مستحب وقيل لا سنة ولا مقرمة أنا عايزة أتحرك سؤال بقى يا مولانا أنا معرفش أنا سمعت القصة دي وبتعلم زي يعني زي بعض مشاهدين أكيد في ناس متعلمها أحسن مننا وفاهمها طبعا يعني هما طبعا أنا لا بتكلم فيه بس أنا أسأل حقك سؤال أنا سمعت فهي أسأل حضرتك برضو على سجيتي كده أنا سمعت إن كان في زمان ساعات بيحصل إنهم كانوا بيضطروا ويركبوا الخيل فهي كانت ممكن تدايق كان ممكن يدايق لأنهم كانوا بيسافروا مسافات طويلة فيدايق أن هي تركب خيل لكن ما سمعتش عن موضوع العفة دي يا مولانا للأسف هم بيقولوا للختان اللي الناس له علاقة بالعفة لكن الصحيح كما أشار هذا الكلام الدكتور أحمد علم الله يبارك فيه أن الختان ليس له علاقة بالعفة ولكن عفة الفتاة تتعلق بتربية الفتاة وتعليم الفتاة إلى أخلاق اللي النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها وكان الهدف من بيساته صلى الله عليه وسلم إنما ب إغسnants و تمي ممكار من الأخلاق ختاني البنات يا فندم لم يكن شائعا في مكة ولا يكن شائعا لا نقل إلينا النبي صلى الله عليه وسلم كان لبناء و لم يزبت أن النبي صلى الله عليه وسلم خثب بناتهم و كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا سمعنا عن الكلام دا خالص يا مولانا صح أما طبعا أما من استشهدوا بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم عطية أم عطيه هذا الحديث بعافه علماء الحديث ولم يحتدوا به وهذا كلام موجود في كتاب سمونية الأوطار وكتاب بز المجود في شرح سنة أبو داود أنا بشكرك يا مولينا أقول له حضرت حاجة آخر حاجة يعني حضرتك شيخ الأزهر النائب العام حناد الصاوي في يوم 22 2020 بقعت له فسالة قال له أنا عايز أعرف حكم الختان إيه فجمع شيخ الأزهر أحمد الطيب حفظه الله ورعاه وقرر مجمع البحث الإسلامية بالأزهر بعد أن درسوا موضوع الختان من كاف الجوانب سواء كانت الفقهية والطبية زي قطر أحمد علم كده الجميع اتفق على الآتي الختان لم يارد فيه أمر شرعي صحيح وسابت لا من القرآن ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مجرد عادة انتشرت في العرف غير صحيح للدين ده الرأي الرسمي للأزهر يا مولانا نعم الله يسعدك يا مولانا الله يسعدك يا مولانا خبت على زوجها أن هي عملت حاجة زي دي هل دي تعتبر أصلا ايه يعني دي بتسموها جريمة بتسموها أنه تعدي على حد أنا معرفش هي ايه حكمها في الدين هو تعدت على حق تعتبر أنها تعدت على حق من حقوقه آه وبالتالي هي لو جريت له ايه اللي هيحصل ما تندرجش تحت فعل الفحشة في حد الفحشة آه هي فعلة هذا الفعل اعتقادا منها أنهم يعني عفة للفتاة وأن الأب مش هيوافق أنا قصدي تحت مسامة أنهم بيقولوا عفة دي مش عفة ده أنت شعرف يا حيشة ما ونجزة هيطار يسيبها يريد لي واحدة تانية الله يسطرها معاك حضرتك بالبرنامج بتاعي بيدور حول كلمة جميلة جدا هل له علاقة بالعفة ليس له علاقة بالعفة الله يسعدك هل له أضرار جسدية له أضرار جسدية إذن يجب تحريمه أنا بشكرك ونورتنا أنا كمانا عايز أشكره طبعا عايز أشكره البرنامج اللي هو اللي أتاحه الفرصة أن نسمع هذا الرأي الجميل المستنير يعني فعلا رأي مستنير رأي عاصري رأي بيتكلم هو ده الصح اللي هو فضلت الشيخ طب هو أخوزها بعله وعرفها يطلقها يا إما هيطلقها يا إما هيعمل يعني بحكم السمك الشخصية لا أنا عايز أشوف بحكم بقى دكتور نفسي شاف أن راجل تصرف يعني تصرف التصرف ده أنت عارف يا هتعمل دي طبعا ده بقى يعمل إيه ده يطلقها هيطلقها يا إما هيعمل مشكلة كبيرة جدا لأن على فكرة هو هيحط في اعتواره كمان حاجة تانية إذا كان بتعمل دي يبقى هي مخباية عليها بداوة تانية كتير هو ده الفكر اللي بيفكر فيه طبعا عادة الرجال اللي هم بنفس الصفات هذا الشخص أو الزوج اللي موجود معنا في القصة فبالتالي يا إما هيطلقها يا إما هيكون رد فعل عنيف جدا جدا أنا بطبعا مش عارف بقى ممكن إيه تطول عليها ممكن يعمل إيه وديها عند أهلها يبقى يمد إيد تقوله ولا ما تقوله بص حضرتك هو الموضوع شائك لو أنا قلت كده الناس ممكن تقول آه أنا رأي اللي أنا هقوله ده هيقولك يعني أنت كده أنا مش أقول رأي أنا بقولك هوا يا دكتور شرط إيش أني أنا عبتلك فخ أنا مش أقول رأي لأن أنا منفعلة جدا ولما أقوله بطريقة مش كويسة فإيها هتزعل مين فأنا مش أقول رأي أنا أسمي لك إيش أنت طالعة دي زر اليوم هوا رأيي لو هي كانت طبعا سألتني من الأوقت ولا ما تعملش الموضوع الختان أصلا بعد ما حصل أو تصارحها أو تتكلم معها بعد ما حصل ولا ما تقولوك لأن هي هتهدم يعني أصل بيتها يتهدم وأنا خوفا من هدم البيت يعني ما الختان حصل والوقت يقدر الزوج يرجع عملية الختان إنها متعملتش تاني مش هيضب فالموضوع حصل فيه فرق بين حاجة اللي حصلت ولا ما حصلتش أي زوجة بس عشان الناس اللي بتسمعنا أي زوجة بطلبها أن يكون فيه صراحة بينها وبين زوجها يكون فيه تواصل يكون فيه تفاهم في الأمور الكبيرة كمان بالذات التي تقولك بها طب ما أنا هعمل كده ومش أقول زي ما دكتور لا أنا ما أقول ما أنا أقولت حدريك فيه فرق أن أي زوجة يتحايلوا على القانون على القانون هي كده بتتحايل على نفسها أنا ممكن أتحايل على القانون أنا بتحايل على حاجة هتضرني أنا بيتكلم على فعل تم وفي فرق من فعل تم وفعل ما تمش الحاجة اللي ما تمتش أنا ما أقدرش أن أنا يعني فيه حد جي ابن عباس قال له القاتل توبة قال له قال له لا واحد ثاني جي قال له القاتل توبة في نفس المجلس قال له نعم فلما سألوه أنت قلت الدوت لأ وقلت ده نعم قال دوت أنا حسيت أنه هو هيقتل فقلت له مالوش توبة عشان ما يقتلش والتاني حسيته أنه قتل فحبتش أن أنا أدوس عليه أو أجي عليه أوي آه خلاص نحن بنقتري بالكلام مثل كده في هذه المشاكل يعني هيدلوقتي تحس أني ندمنا؟ لما شافت تصرف الزوج وكأنها عقلها البطن صوى الله بقى أو جاب لها صورة للي هيحصل بعد كده ده اللي هيحصل فيه هتروح لإسمه أمين الشرطة يا أخو ده هتطلق فسط الاسم وهتبقى فضيحة فعلا ما كانتش متصور العقبات دي كلها أو كانت عارفة أنه ممكن تحصل بس ما كانتش شافتها قدام عينيها كانتش مدركة حجمها شافت تصورة الزوج على واحدة على حالة أخرى فبالتالي أما لو عارف أن بنته هيعمل إيه فبتلت هنا تقول لنا ده أنا ندمينا وأنا كنت قلطانا إنما هي عشان خايفة من التصرف ده فبالتالي أنا هنا أقولها أنا برضو خايف عليها من تصرف من صورة الزوج خايف أقول لها أوليله فأهدم البيت خايف أقول لها أوليله فيطلقها خايف أقول لها أوليله فيضربها أو ينهار ما هو ممكن يعرف قدام ده ما يمنعش لممكن يعني أحنا مش متأكد أما أوليله دي يعني مية في المية عارف صح أجل الحكاية دي أو استنى شوية يبقى فيه احتمال يعرف واحتمال نقوله في وقت بقى تقول جروح هذه يعني استنى لحد ما هو يعرف يا ربنا يسطرنا ويمكن ما يعرفش والبنت دي تعيش حياة حلوة والبنت دي تبقى حياتها كويسة وجزء هيبقى راجل محترم وستير زي ما بيقوله يسطر عليها أيوة وخلاص ونسكت أيوة بس أنا برضو هرجع أقول يا جماعة أنا ما بقولش الزوجات خبوا على الأزواق وأنا بقول في حالة أنا هنا شفت إن هي مش هتعرف مش هيعرف يحلها مش هيعرف يرجع عملات الختان دي تاني والراجل فعلا صار صورة عارمة على قصة مشابهة فأنا خوفا من هدم أسرة فأنا بقولها ما تقولوش إنما اللا هي عملتها ده خطأ اللي أنا عملتها ده أنا بعتبره في مقار أنا أريد أن أقولها بقى من الأول جريمة أنا أقولها جريمة كلمة أخيرة لشدي وكل اللي بيسمعنا أقول لك lore يا شدي يا أنت عملت جريمة عملت جريمة في حق بنتك وعملت جريمة في حق زوجي اعتديتي زي ما فضلت الشيخ قال على حق من حقوقه إن هو يعرف بنته واعتديتي على حق من حقوق البنت إن هي أصلا إن انت روحت عشان هي صغيرة تعملي معها حاجة يعني تكاد تكون يعني هما الناشونها محرمة إنما تكاد تكون إن هي ما تعملتش أو ما حدش بيعملها كمان نقدر نقول الأذى النفسي والأذى الصحي ليها والزوجها من بعدها ما هو الزوج اللي هيجي يتجوز بهذه الطريقة ما نعرفش بقى حياته الزوجية هتمشي معاها إزاي ممكن بعد كرة هو برضو يتفصل عنها بسبب حاجة أوزن بعملتهم أنا شفتها قدامي يا دكتور كتير أنا شفتها شفت ستات كتير بتعني بيتقالها حاجات وحشة قوي يا ما تستحملاش كستة كأنسة حاجات بتتقالة وتقالت لو واحدة تدمرها طيب أقول لحضرتك إن فيه وقع تقال لها هذا الكلام بسبب عملية ختان بتسويك ستة بتكلم عليها ستة كبيرة وهي قالت أنا معمول لي عملية الختان أيوة أنا بأشوف في الجيل الكبار مش الجيل الصغيرين طيب هي تقال لها الكلام ده بقى بالليل في خناءة كبيرة جدا مع الزوج جالها يعني هي نامت صحيت على المستشفى عندها جلطة في المخ بسبب بسبب إيه بسبب كل بقى الكلام ده كله نرجعه بقى للأم أو للعملية عملية الختان طبعا تقال لها كلام في حق الأنوسة زي ما حرق قولتها أو في حقها كامرأة فالستة نامت يعني كانت تعطى من صحيات وجالها بعد كده يعني شلل في جزء من جسمها وهي لما جات بتحكي لي القصة أو بتستشعرني كانت بتحكي لي كل الأمور دي فأنا بقول لا هي الراجل ما طلقهاش ولكن كان بيتهمها دايما بالبرود وإنها مش قنسة وإنها مش ست وإن كذا 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 ولكن هي بقى يعني القصة اللي هي حكيها لي آخر حاجة إن هي كان عندها شلل في جزء من جسمها بعد هذه القلطة طب كل اللفة ديها جماعة طب جات عندك ليه ساعتها يا دكتور جات عندي علشان كان في مشاكل بينها وبنزوجها بس هي ما انتهتش بالطلاق الحمد لله هم مكملين يعني كانوا مكملين لحد آخر وقت ممكن تخلونا من الحاشة على آخر اللحظة يعني كلمة بقى أخيرة لأهل شدي منك انت يا دكتور لأهل شدي آه لأهل شدي نقول لهم أنتو طبعا يعني يا ريت ما تجنوش على بنتوك أكتر من كده ريت ما تجنوش على حفظتكو بحاجة أكتر من كده وكفاية بقى نقول للزوج بعد كده كل حاجة نعرف كل حاجة نخلي فيه قنوات تواصل وقنوات اتصال ما بين الأزواج عايزة أقول بقى حاجة للبرنامج نفسه كل قصة بتتقال إنهوت في البرنامج شدية وصلتها فيه قدامنا على الأقل الأبحاث بتقول في بلد زي مصر يعني بتتكلم في البلد الصغيرة ميت شد لا مش مية فيه عشر تلاف حالة في بلد بس معرفوش يقولنا أو ما قلناش أما في بلد زي مصر فبترجع بتوصل لمية ألف حالة زيها على الأقل يعني ممكن يكون أكتر أنا متفاعل أوي بقولك مية غالبان لا 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 فيه مية ألف حالة على الأقل ممكن يكون نفس القصة عندهم بس لو هم تتلموا البرنامج أو هم مجدش في دماغهم أو هم مش بيتواصلوا مع البرنامج فبالتالي إحنا عايزين نقول إن فيه حالات كتيرة مشابهة وسكتين فإحنا هنا بتحل برضو مشكلاتهم والله يا دكتر يعني ربنا يعلم أنا بشكرك جدا لننورتني وربنا يعلم بجد زي ما الدكتر قال إحنا بنهتم بكل القصة ممكن نقعد نقاشح كلنا مع بعض ممكن نشوف ممكن نعمل فيها إيه في قصص حتى بنبقى مصدومين منها مش عارفين نقول هلكو ولا ما نقول هلكوش هل دي ينفع تدخل البيت المصري ولا لأ طيب إحنا لو عملنا كده والله يا العظيم سعبنا نفكر إيه اللي هنستفاده وإيه اللي هنخسره وحتى لو هنخسر جزء صغير قد كده بس هنستفاد جزء قد كده هنعمل حتى لو هنيجي كورنا عن نفسنا وقاب يبقى لبنا موجوع قامت دايقين وممكن نقول إيه ما تمن رايح دماغنا تمن ما نتكلمش خالص ما ينفعش ما هو ده دورنا وأنا أتحسب علي أنا بشكركم على كل القصص اللي بتبعتوها بشكرك كمان وراء يا دكتور وكل كلمة على فكرة أنا عمال أفكر قبلها لأننا فعلا القضايا الشائكة طبعا دي رايحة الكل بيت بس إحنا عايزين نلحق الناس بس أنا وزي ما حدق قلت إحنا نتكلم في قضايا الشائكة هل تدخل هل أقول الكلمة دي والله يا عمد أنا من نساء مفتغلت الشغلين 13 سنة أنا مفكر كده إن شاء الله تدخل نلحق لبعد كده وإن شاء الله بإذن الله تنتهي هذه العملية تماما إن شاء الله بفضل البرامج زي كده وبفضل البرامج التوعوية وفضل طبعا أن فيه قانونة عمل لحاجة زي كده وبفضل مشايخ الأزهر وبفضل المؤسسات الدينية اللي بتكلم في هذه الموضوع دي شكراك ونوارتيني ونسجد دين دكتور أحمد شادية والكل شادية استنونا بعد الفاصل أصعب أنواع الرسائل اللي بنستقبلها هنا في البرنامج لما يكون صاحب الرسالة عمل مشكلة أو تصرف غلط تصرف مفيش فيه رجوع ويبعت يسأل عن حل طب ليه ما سألتيش وجربتي تروحي الأهل النصيحة من الأول قبل ما تعملي كده يا شادي ليه ما حطتيش كل احتمالات اللي انت خايفة منها دلوقتي حطيها قصاد عنيكي كده قبل ما تسمعي الكلام أمك وأختك وجدتك زي ما بتقولي تخبي على جوزك حاجة مهمة زي دي ليه ما فكرتيش تسألي دكتور حد موصوق فيه مشاكل وأضرار الختان طب بقولك إيه طب هو هيأثر على البنت طب وإحنا صح وإحنا غلط طب هما بيقولوا لأ ليه حتى طب جوزك بقى اللي انت خايفة من رد فعله دلوقتي طب صحة بنتك أنا ده اللي غيزني بجد ده لم زعلني بجد مستقبلها ده ربنا ادهلك أمانة هتحاسبي عليها وعلى كل كلمة وكل فعل بتعمليه معاها ما سمعتيش عن بنات ختنوها بالغلط على إيد ناس مهملة مشرت بس كده ولا هما ده كترة ولا هما متخصصين وماتوا ما سمعتيش عن ستات بتعاني في حياتها الزوجية بسبب غلطة زي دي دمرت ونصتهم كلها حكمت عليهم بالتعاسة طول العمر بيطارن هو يتجوز عليها عشان مش مرتاحهم مش مبسوط طب ما سألتيش نفسك ليه الدولة بتعمل حملات توعية ضد مخاطر ختان البنات وكمان دول مش عايزين مصلحتنا طب في الحقيقة بعيز أوليك على حاجة على قد ما أنا بتعاطف مع كل حد بيبعط لنا مشكلته باحترم صراحته ببقى احناينا عليه على قد ما بجد زعلينا بحزن لما استنى انه خلاص الفاس وقعت في الراس زي ما بيقوله وبعدها يقول لي لحقوني شفتي في الحلقات اللي فاتت مشكلة نسرين اللي أهلاها عملوا فيها كده وانا مبسوطة ان الكلام ده زي ما قلت قبل كده نوم موجود على قناة مصر الأولى القناة اللي الناس بتشوفها الناس البسيطة ودولي يهموني الناس البسيطة ممكن تكون ما خدتش قدر كافي من التعليم الناس البسيطة ممكن يكون بنسبة لها الكلام ده بتسمعوا الأول مرة ممكن يكون ما بتفرجوش على التلفزيون بيتفرجوا علينا بالصدفة بيشوفونا في البلد بيشوفونا هنا بيشوفونا هنا في أي محافظة كانت يتعلموا مننا يتعلموا مننا ما كنتش عايزهم يتعلموا على إيدك يا شاد يا تخيالي يا ما كنتش أتمنى إن أتكلم في حاجة زي دي معيني من يوم ما اشتغلت الشغلانة دي والله كنت حالفة لأحارب موضوع زي ده سمعت يعني كام بنت ختنوها غزبا عنها تلات معقدة بتكره الرجالة بتكره الستات بتكره الأطفال وكانها دنيتها قالت إنها حتى بتفكر تحط سم في الأكل اللي خطبها إنها لما تتجوز مش عايزة تخلف مش عايزة تخلف مش عايزة تخلف مش عايزة تعملش كده في عيالها تم متخيلة الخيتان خاص من عن بنت ممكن يوصلها الفين يعمل فيها عقد نفسية للدرجة دي إذا كانت قصة خلاص حصلت خلاص ما ينفعش نرجع بالزمن يعني مش كل ما تكبر ممكن يتصلح اللي حصل مش هينفع نمنعها خليني أقولك إن أهم حاجة في الوقت الحالي إننا إحنا فعلا نفتح عينيه الناس كتير بيشوفونا وبيسمعونا دلوقتي جاهزة كانوا بيفكروا إنهم ما يختنوا بناتهم زي ما أنتم بتعملوا في بناتكم في درسات كتير تعملت عن خطورة خيتان البنات قالت إن الخيتان لي ست أضرار لازم كل الناس تعرفهم كويس عشان نلحق بناتنا قبل ما تحصل الكارثة دي ده ممكن يعمل البنت أزمة نفسية يخليها عندها فوبيا عقدة من الجواز بدرجة نية ممكن تكره الجواز أصلا تبقى مش عايزة تتجوز وإتي عايزة تعرفيها مش عايزة حاجة خالص المشاكل دي بقى هتنعكس على نفسية الجزء علاقته بمراته هتتأثر لحد ما يسيبها أو يبص بره وشفتها في رجالة كتير اتجوزت على مراتاتها واعرفهم شخصيا في مخاطر كتير على المدى القصير زي إن هي يجي لها نزيف يا حبيبتي نزيف حاد تبقى موجوعة جدا نتيجة إن البنات بتتخطن ما بياخدوش دوة مسكن عشان يخففه القلم قبل وبعد طب ليه في خطورة مسانية تتعرض للأمراض المعدية زي بأي فيروس نقص المناع البشرية الـ HIV بسبب أن تستخدم أدوات غير معقمة الصدمة العصبية طيب إن البنات ما بتبقاش فاهمة إيه اللي بيحصل وإيه اللي هما فيه طب ليه وغالبا ده بيتم فين بيتم إن هما بيكتفوهم وده اللي أنا سمعته وسمعته من كذا حد يعني في محافظات تانية أو البنات اللي بتيجي تساعدنا كتفوهم ومي اللي بيكتفوهم أعرب الناس ليهم يعني تبقى أمك وخالتك اللي مكتفينك وبيعملوا فيك كده مش هتفقد فيكو الثقة معقول وآخر حاجة من الست أضرار الوفاء لقدر الله بسبب النزيف أو إنه يجي لهم وللأسف الباحثين مش قادرين إنه هما يرصدوا طبعا عدد البنات اللي توفت بسبب الختان لأنه عمره ما حدا يقول نتيجة الأهلي اللي بتخبي مش بتبلى ليه يا عمد بيت راحت إنه إحنا كمان عشان ما يتعرضوش للمسئولية حاب أقول لكل اللي بيسمعونا أو بيشوفونا إنه في سنة 2008 اتعمل تشريع بيجرم ختان البنات في مصر من خلال تعديلات على قانون الطفل وقانون العقوبات وفي سنة 2016 تم تشديد القانون بشكل أكبر وتشديد العقوبات وصلت للسجن من خمس لسبع سنين لكل حد هيرتكب الجريمة دي ولسه بيرتكبها ممكن العقوبة توصل لخمستاشر سنة لو أدى ختان البنات ده لموت الضحية ضحية وعمل فيها عاية مستديمة لقدر الله سمعتي معنا كلام دكتور أحمد في الفقرة اللي فاتت يا شادية حاولي تعملي بي أنا حتى مش عارفة نصحك نصيحة مش عارفة أقولك تقولي ولا ما تقوليش مع أنكم يعني عارفة الأغلبية بيستنوا رأيي في الآخر إن أقولكوا رأيي وإن أشارك حتى لو بقدر أدى كده في البرنامج من خلال اللي شفته في الواقع حتى لو كانت خبرة أدى كده برضو بس أنا عطلانة ومتدايقة وما كنتش أحب أن أطلع متدايقة كده والله العظيم وحتى لما عادت أذكر القصة كذا مرة قلت عارفة سيطر على مشاعري عارفة سيطر على مفعلاتي مش قادرة مش قادرة لسا بتعملوا كده في بناتكم للك أصل بعفها بتضم الله مستقبلك كل ما تربيها ربيها أحسن ما تعفها لأنه لعيبها يبقى في ربيتك أنت مش فيها بتزعلوش مني مش هو ده الحل بس هستنى منك يا شادي يا رسالة تاني طب منيني فيها عملت إيه هستنى من كل اللي تفرجوا علينا وساموا قصة شادي يبعطونا رأيهم على فيسبوك وتويتر وإنستغرام واتساب عشتوا أحدث نفس القصة دي ولا لا لسا في بنات بتعمل كده أصدر لسا في بنات بتعمل فيها كده من أهليها هستنىكم في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانين في قصة حقيقة باي باي